بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بك وشباب معكم عبد الرحمن ومكملين مع بعض سلسلة الـ IQ جايبين معنا أسئلة من كبرى شركات البترول شركة أرامكو اللي موجودة في سعودية الاختبارات دي هتساعد ناس كتير هتفتح معانا أفكار جديدة وأكيد الاختبارات دي دايما لازم يحصل لها أبديت ويحصل لها تحديث علشان كده ده اللي احنا بنعمله معاكم في القناة بنصحك لو ما شفتش الفيديو اللي فات والحلقات اللي فاتت من سلسلة الـ IQ انك تخش على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو وتشوف الحلقات اللي فاتت وتخش تجمع أفكار على قد ما تقدر تجهز الورقة بتاعتك والألم ويلا بينا نشوف السؤال اللي موجود معنا دلوقتي طعم في السؤال ده شباب احنا متفقين ان في معايير وقصص بنشتغل عليها علشان نحل أسئلة الـ IQ منها مسلا معيار العدد بنعد الاشكال منها مسلا معيار الساعة منها مسلا اتجاه طبعا الاشكال سواء كان مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة منها مسلا المعيار الخاص بالأرقام لو في عندنا أرقام موجودة وأشكال خاصة بالأرقام دي معنا هنا في الشكل اللي قدامنا ده مجموعة من اه الاجزاء الاجزاء دي موجودة باللون الاسود عندنا هنا ثلاث اجزاء بعد كده موجود معنا جزئين بعد كده ثلاث اجزاء بعد كده جزئين بعد كده ثلاث اجزاء وبالتأكيد اللي جاي بعد كده يبقى ايه بالتأكيد هيبقى جزئين لو جاينا بصينا في الاختيارات يا شباب هنلاقي ان الجزئين بس موجودين في الاختيار ايه يعني هنلاقي عندنا مثلا بي فيها تلات اختيارات سي تلات اختيارات دي تلات اختيارات واي تلات اختيارات وبالتأكيد هتبقى الاجابة بتاعتنا هي الاجابة ايه ما تقعدش تشغل دماغك بقى بفكرة مثلا ترتيب الاشكال مثلا تلاتة هنا دول كانوا تحت بعد كده بقوا فوق بعد كده بقوا في النص مش هتلاقيها اجابة معاك بتفكر في فكرة تانية بتحاول توصل لطرف خيط معين هو ده اللي انت هتبدأ منه وتخش تحل السؤال بتاعك اكتب معايا الافكار جمع على قد ما تقدر ويلا بينا نشوف السؤال اللي جاي بعد كده طبعا يا شباب فيه السؤال ده وهنا بيقول لي طبعا نفس النمط بتاع الاسئال اللي بنحلها هنا انا عندي مجموعة من الاشكال اهو انا بفكر معاك الاجابة اه موجودة ولكن المميز معنا اننا بندور على طريقة الحل وكمان عايزكم تشاركوا معايا في حتة طريقة الحل دي يعني انا ماشي الحل بنوصله لو عندك طريقة تانية بتوصل بيها لنفس الحل مفيش مشكلة احب اشوفها واسمعها معاك في الكومنتات ولكن ما تختارش اجابة تانية هكذا الاجابات محددة وفقها للموذج ايه الاجابة انا عندي هنا مجموعة الاشكال هو بابدأ ادار معاكو هل الشكل ده بيتكرر اه لقيته متكرر ولكن ما تكرارش تاني فمعيور التكرار هنا مش هيشتعل معايا او مش هيبقى هو ده الانسب مابص علي اه العلاقة ما بين الاشكال يعني العلاقة ما بين الشكل ده وده ايه؟ العلاقة ما بين الشكل ده وده ايه بلاحزت حاجة انا عندي هنا دايرة بيضة الدايرة البيضة دي مآثرتش في الدايرة اللي فقها بحاجة لكن لما الدائرة البيضة بقى في وسطها كده فيه خط لو لاحظت فوق في الشكل اللي فوق ده هتلاقي ان الخط ده اتشال في الشكل اللي بعد كده يعني بص كويس في الشكل ده فيه خط في النص هو لو جيت طرحت اكدنا بطرح الشكلين من بعد بالزبط لو طرحت الشكل ده ناقص الشكل ده هيديني الشكل اللي فوق ده لو طرحت منه الشكل اللي تحت ده هيديني الشكل ده لو طرحت منه ده هيديني ده لو طرحت منه ده هيديني الشكل اللي المفروض ان احنا هنجيبه وبالتالي انا عندي سهم باصس لتحت المفروض ان العمود البرتكل او العمود الرأسي اللي موجود في السهم ده هيطير بدلالة الدائرة اللي موجودة تحت هنا وبالتالي هيبقى راس سهم بدون خط راس سهم بدون خط عمودي وبالتالي الاجابة هتكون برافو عليك الاجابة سي طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده حاجة جميلة جدا ان احنا بنفتح افكار دماغنا بتبتلي تشتغل مع الروتين طبعا حتى لو انا مش داخل اختبارات اي كيو لكن انا مع الروتين العمل بلاي دماغي اعتادت على طريقة معينة من التفكير مع الاسئلة دي الدنيا بتبتلي تفتح معايا شوي هنا شباب لو جينا بصنا كده السؤال ده يعني محتاج شوي التفكير بص بحاجة اسمها الهليكوبتر فيو او وضع الطائرة كده بص على الاشكال كلها من فوق هل في حاجة معينة عينك جابتها علشان تحل السؤال ابدأ اشوف هل الاشكال بتتكرر تاني ولا لا انا بالنسبالي شايف اشكال بتتكرر مع اختلاف بسيط يعني انا شايف مسلا الشكل ده وقف الفيديو وقف الفيديو وقدن نفسك مساحة انك تفكر انك تشغل دماغك وبعد كده اكتب طريقة الحل اللي انت وصلت لها وفي كومنتي تحت الفيديو تعالى اشوف الحل اللي احنا بنحاله ده هل هو زي اللي انت بتقول عليه ولا لا فكرة تاني طبعا الشكل ده هو هو ده يعني انا لو جيت فوت شكلين هلاقي ان الشكل بيتكرر معايا تاني اهو يعني الشكل ده اتكرر معايا تاني هنا هتقول لي ازاي انا عندي هنا الدايرة اللي موجودة ناحية الشمال كل اللي هي عملته ان هي بقت موجودة ناحية اليمين والشكل اللي فيه مربع ابيض ومربع اسود مربع الاسود اه موجود بشكله العادي المربع الابيض جايب زاوية او جايب ميل دول كانوا موجودين فوق في الكورنر ناحية اليمين بقوا موجودين فوق في الكورنر ناحية الشمال يبقى الشكل تكرر ولكن مع تغيير بسيط طب تعالوا نبص برضو على الرسمة دي هلقيها هتتكرر بعد بعد شكلين اه دي المربع الاسود زي ما هو كان فوق بقى تحت كان فوق حصل له ازايحة بس بقى تحت زي بالزبط الدارة السودة لما كانت في الشمال حصل لها ازايحة بقت في اليمين طيب بالنسبة للشكلين دول كانوا موجودين في ناحية اليمين في الكورنر تحت بقوا موجودين ناحية اليمين برضو في الكورنر بس من فوق معنى كده ان الشكل ده هو اللي هيبقى موجود معانا هنا مع التغير بسيط بدل لما كان الجزئية بتاعة المربع الاسود دي موجودة في اليمين هتبقى موجودة فين في الشمال زي ما كانت الدارة هنا في الشمال بقت في اليمين المربع الاسود ده زي ما هو موجود في اليمين هيبقى في الشمال طيب فين من الاشكال دي مربع اسود موجود في الشمال لوحده ده مش مش ايه ومش بيه ومش سي ومش دي موجود في الاي طيب لعشان ناكد الاجابة علشان ناكد الاجابة هلاقي انه الشكلين بتوعي الدارة السودة والمربع الابيض بدل ما هم موجودين في ناحية الشمال من تحت هيبقوا موجودين الناحية المقابلة لها اه ناحية اليمين اه من تحت برضو وبالتالي هتبقى الاجابة الانسب هي الاجابة اي موضوع بسيط الموضوع سهل اه ممكن لما بتخش اختبارات هتلاقي اشكال مغيرة ومختلفة عندي لانهم ممكن يكونوا بتفرجوا علينا دلوقتي النازل بتحط الاسئلة بتحط الامتحانات بيعمل لها تطوير ولكن الافكار واحدة شباب عايزك ما تقلقش لو دخلت الامتحان متوتر لو دخلت الامتحان مستصعبه لو دخلت الامتحان حاس انك مش هتحل مش هتحل لو دخلت الامتحان ووثق من نفسك عارف انك بفضل الله ان شاء الله لميت افكار وزاكرت وعملت اللي عليك واكتهت هتنجح وتطمن باذن الله ابشر خير تعالى نشوف السؤال اللي جاي لنا بعد كده وصلنا مع بعض يا شباب ليه السؤال ده والسؤال ده برضو محتاج شوية تفكير يلا بينا نوقف الفيديو فكروا في طريقة الحل مش في الاجابة الاجابة قدامنا فكروا ازاي نقدر نوصل ليه الاجابة دي ويلا بينا نشوف مع بعض احنا هنقول ايه في الموضوع ده طبعا يا شباب انا عندي هنا كذا شكل قدامي عايز امسك خيط اربط ما بين الاشكال دي ببعضها وبالتالي اوصل للاجابة انا عندي هنا الساهمين طلعين لفوق بالاسود الساهمين دول طلعوا اذا المهم كانوا عالشمال بقوا فوق بقوا في اليمين بقوا تحت بقوا عالشمال اهو بقوا عالشمال فوق في اليمين تحت في الشمال بالتالي اللي جايه هتبقى ايه هيبقوا فين لو جبكم غطت لساهمين دول وهما موجودين في الشمال وبصين فوق كان الشكل اللي جاي بعد كده كان كن القاسوم دي موجودة فوق ولكن بصة كده بصة فينا ناحية اليمين بزاوية بالتالي العكس بتاعها تبقى ناحية الشمال بزاوية يعني هيبصوا تحت بزاوية كده فين الشكل اللي بيبصوا فيه ناحية الشمال بزاوية كده اهو اهو موجود معايا بي وموجود معايا في اي طب كويس ممكن برضو تربط بين الاسهم اللي موجودة ناحية اليمين انا هنا كانت ناحية اليمين هنا في اليمين بقت اه في تحت بقت في الشمال بقت فوق بقت في اليمين المفروض ان هي هتبقى فين المفروض ان هي هتبقى تحت طيب موجود معايا تحت فين موجود معايا تحت في دي ولكن دي احنا استبعدناها علشان الاتجاه بتاع الاسهم وموجود معايا في اي وموجود معايا الابيض في بي برضو يبقى كده بي معانا لسه بي كاختيار ممكن نختاره هو و اي تعالوا نبص على الدورية اللي موجودة في النص بقى دي الدورية اللي في النص دي الجزء العلوي بتاعها اسود اتحرك اتحرك بكيرف كده وبقى في الشكل ده بالجنب بعد كده بقى اكتمل ناحية اليمين بعد كده بالجنب التحت بعد كده بقى تحت فعليا بالتالي اللي جاي بعد كده هيبقى بالجنب شمال مش هيبقى شمال على طول جهة اليسار يعني على طول لا هيبقى بالجنب بالجنب اللي تحت بالجنب جهة اليسار وبالجنب جهة اليسار انا كنت محتار ما بين البي والاي فعلا هي موجودة في البي موجودة بالجنب ناحية اليمين ومش هي دي الاجابة فبالتالي هتبقى الاجابة هي الاجابة ايه طبعا كل ده انت بتعمله في مخك هتقول لي طب ما انت كده اعب راحتك بعد عملت فن وعملت اعمل على فكرة الاجابة بنوصلها بسرعة يعني الفيلم اللي انا قاعد تحكي لك فيه ده انت بتعمله بمخك بالممارسة وبالتعود في ثلاث اربع ثلاث سواني هتلاقي عينك ضربت كده في الاشكال تك 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 خلاص وصلت للاجابة حلية السؤال للسؤال اللي بعده ليه متعود تعبت زكرت غير حد داخل ما هو اصلا يعني واخد فيه تباك عن الاسئالة دي ان هي صعبة فبالتالي داخل هو داخل مش عايز يحل او مش عارف يحل او مساعدش نفسه يحل يلا بينا نشوف السؤال اللي جاء بعد كده استعين بالله يلا بينا طبعا في السؤال ده عايز اشوف حاجة بتربط الاشكال اللي جاية دي ببعضها مش شرط الربط يبقى ما بين الشكل واللي جنبه على طول ممكن يبقى اللي بعده ممكن يبقى اللي بعده وهكذا فانا شايف فيه شبه ما بين ده وما بين الشكل اللي هنا وقف الفيديو لو سمحت ادي نفسك مساحة تفكر وتعالي بعد كده كملي يعني ادوا نفسك يا شباب مساحة من الوقت تفكروا في الاجابة تكتبوا لي في التعليقات ووصلتوا لها ازاي ممكن توصلوا لها بطريقة غيري وصلوا لنفس الاجابة بطريقة مختلفة ايه الربط ما بين ده وده انا شايف ان الشكل اللي جوا اللي هو المعين ده بالابيض هنا بقى بالاسود والاطراف الخارجية اللي هيا كانت بالاسود تحول اللوم بتاعها بقيت ابيض. يعني الشكل بيتكرر هو هو مع تغيير الالوان الداخلية. بعد كم شكل بقى بعد شكلين. معنى كده ان طالما عايز الشكل اللي جاي بعد ده يبقى هسيب شكلين. وارجع باك. الشكل ده. ارجع. ورا للشكل ده. بالتالي ده. هيبقى هو هو اللي المفروض اختاره مع تغيير الالوان. يعني المفروض ان المربع الكبير اللي جوا ده بدل لما هو اسود دي بقى ابيض فين من دول المربع اللي جوه المربع اللي جوه مش الفريم مش الاطار الخارجي اللي جوه ابيض ولا ده ولا ده ولا ده هتقول لي ولا ده ازاي ما هو ابيض ده مش ده مش جوه مربع ده وما فيش الا الاطار الخارجي بس ما فيش جوه الاطار الخارجي مربع زي بقى الاشكال اللي احنا ايه اللي موجودة واللي بنحكم بناء عليه اللي احنا عايزين ده ده مربع كبير وجوه مربع صغير فبالتالي سيم مش معاي دي هي اللي باعي خلاص انا كده طلعت الاجابة عايز ااكد على الاجابة المعين اللي جوه اللي هو لونه ابيض هشباب بقى موجود هنا ولونه اسود ده بيأكد لي الاجابة وبيأكد لي ان فعلا انا كده ماشي سليم ماشي صح موضوع بسيط الموضوع جميل الافكار بتشتغل دماغك بتشتغل بتبقى حابب عايز السؤال بعد كده ليه حسيت انك دماغ خلاص التالت تاخد وتدي مع الموضوع انا مش عايز تقول عليكم في الفيديو ولكن بحاول المي معاكو اكبر عدد من اا الافكار تعالوا طيب نشوف السؤال ده السؤال ده اللي هو ايه يعني اعمل ايه انا عايز امسك مثلا معيار مش عارف وقف الفيديو كده اا وحتى انت لو قريت الكلام بتاع الحل ده مش توصل لحاجة ده لو شايفينه يعني لو شايفينه واضح مش توصله لحاجة برده فده بحتاج نفكر واللي احنا هنقوله هو مش مكتوب اساسا تمام فعايزك كده تفكر كويس وقف الفيديو شوف ده مارك ممكن توصل لايه وبعد كده تعالى اقول لي وصلت لايه في الكومنتات وانا بقرأ الكومنتات وبتابعها لو شايفينه ومتابعين القناة انا ما فيش ان شاء الله كومنت مكتوب ما بردش عليه وبعجب جدا وبتواصل مع الناس اللي بلاقيت مارها شغالة وبتحل وبتبقى معها افكار تانية وعايز حد يساعدها فيها فبتكمل فلا بحس ان الناس دي عايز تعمل حاجة فبقى بكون معاهم ان شاء الله طيب تعالوا كده بص معين انت شايف الساهم طالع لفوق ابيض بعد كده الساهم ده بقى اسود تحت بعد كده طب هو ايه ناحية الشمال بقى ناحية الشمال برضو بس تحت بعد كده جي ناحية اليمين بعد كده جي ناحية الشمال بعد كده في دول موجود ناحية الشمال ما فيش مش جاية طب النقطة دي النقطة دي زي ما هي هي هنا وزي ما هي هنا يعني هي تلات مرات زي ما هي النقطة اللي هي انا بكلمك على النقطة السوداء اللي موجودة في البوكسات البيضة اللي على الشمال هي هي هنا هي هي هنا هي هي هنا قعدت كم مرة قعدت تلات مرات طيب بيبقى بالتالي هي هي هنا فوق بعد كده هتبقى هي هنا فوق يعني كده في الشكل اللي بعد كده هتبقى هي هي برضو موجودة فوق. يبقى انا الشكل اللي المفروض هاختاره هيبقى فيه النقطة موجودة في البوكسات البيضة اللي على الشمال فوق. يعني يا ايه? يا سي وهستبعد بي وهستبعد دي وهستبعد ايه? على طول مع هوق. بصوا هي خيوط. وهزبط لك دلوقتي. ان احنا ماشيين ان شاء الله صح. نيجي بقى للنحية التانية السهم اللي سود. السهم اللي سود باصص لتحت. بعد كده باصص لفوق. بعد كده جي ناحية الشمال. بعد كده جي راح ناحية المين. بعد كده يفضل ناحية. يبقى المعيار بتاع الحركة ده مش جايب معي. مش صح. طيب نيجي نبص على النقطة اللي موجودة. النقطة موجودة هنا. بعد كده نزلت تحت. بعد كده طلعت فوق. بعد كده فضلت فوق. بعد كده طلعت فوق تاني. طب انت بتتحرك بناء على ايه? انت بتتحرك يا نقطة يا سودة لناحية اليمين بناء على ايه? بناء على الاتجاه بتاع السهم. يعني ايه? يعني السهم ده باصس لتحت. معنا انه بيقول للنقطة دي انزلي تحت في الشكل اللي جاي. لو جيب بصيت هنا هتلاقيها نزلت تحت فعلا. بعد كده بيقول لها تب اطلعي فوق تاني. هتلاقيها في الشكل اللي بعد منه طلعت فوق. خطوة. بعد كده بيقول لها انت انت كودة باصس على ايه? كودة انت باصس على ايه? باصس على السام الاسود. السام الاسود هنا نزل نزل الدايرة دي او الكرة الصغيرة دي لتحت. بعد كده هنا طلعها لفوق. بعد كده هو راح ليه? الناحية التانية طلع النقطة اللي هنا دي فوق. خليها هنا. بعد كده راح الناحية التانية هيطلع النقطة اللي هنا دي اللي هي في تاني واحدة لفوق. خليها هنا في التالت. بعد كده هو موجود ناحية اليمينة هو وبيطلع دي الفوق. فبالتالي هتبقى النقطة المفروض تبقى فوق. يبقى المفروض اللي اتنين يبقوا فوق. نقطة الصودة اللي على الشمال ونقطة الصودة اللي عليمين. او الدورية الصودة اللي على الشمال ودورية الصودة اللي عليمين. فهو مش موجود الكلام ده غير في الانسر ايه? ايه رأيك? موضوع جميل? موضوع مسعب بس محتاج مني شوية تفكير. زي ما قلت لك مش حايا بطور عليك اكتر في الفيديو ده. ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هكمل معك افكار اكتر. الكل اللي بطلبه منك بس في الاول وفي الاخير انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واذا موجود معي الغد دي لوقتي بتستفاد من الفيديوهات. اشترك في القناة علشان يوصلك الاشعار بتاع الفيديو الجديد بازن الله. وعلشان كمان تساعد الانتشار للمحتوى ده. وادى الى الخير كفاعله. وبحبكم في الله. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة ومميزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة علشان